أتصور أنا ذكرت يمكن في الحلقة السابقة أنه هذه بالنتيجة ردود فعل متوقعة لأنه كل جهد تغييري للوضع السائد يعني نحن بالنتيجة نمشي أو نمضي في اتجاه الذي يغير الآن الوضع السائد يعيد صياغة المجتمع الشيعي أو الأمة الشيعية على أفكار جديدة على مفاهيم جديدة هي بالأصل إعادة إحياء ما كنا عليه أيام الأمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام وأصحابهم الأبرار عليهم الرضوان والعلماء الأخيار عليهم الرحمة فطبيعي أنه يعني تجد البعض يستصعب ذلك ولا يستمرئه وكما قلت هؤلاء ينقسمون إلى فئات قسم منهم تأخذه الحسد والغيرة قسم منهم هو أساسا منحرف بتري مثلا أو يعاني من عقدة تجاه المخالفين عقدة الصغار أو عقدة الخوف من المخالف يعني نحن الشيع مع الأسف للعلم هذا بين قوسين أذكره الحمد لله بحمد الله تبارك وتعالى ليس عندنا عقدة تجاه الصهيونية وتجاه الاستعمار يعني الفرد الشيعي مستعد أن يزج بنفسه في حياظ الهلاك في مقاومة الاستعمار وفي مقاومة الصهيونية وما أشبه ولا أدل على ذلك من ثورة العشرين مثلا وحرب جنوب لبنان وما أشبه يعني ما عندنا مشكلة يعني لا يقال للشيعي أنه لماذا تقاوم الجيش الصهيوني مثلا وهو بعدته وعتاده أقوى منا بكثير لماذا لا تلتزم بالتقية خصوصا أن التقية في أصلها شرعت في قبال الكافر يعني تتقو منهم تقاتل من هم المشركون الكفار بالعنوان الثانوي إنجاز التعبير أو بالتبع وبالفرع إنما هي تمتد للتقية من المخالف مثلا لاحظتوا بس ما عندنا هذه العقدة الحمد لله يعني الشيعي عنده استعداد يجاهد أكبر قوى الأرض أقوى قوى الأرض الولايات المتحدة الأمريكية ما عنده مشكلة أن يجاهدها ولا يعمل بالتقية ويستذبح نفسه يقتل هو وعائلته وكذا مع ذلك الجميع يمدحون هذا الفعل يقولون مجاهد محترم ولا يشنعون عليه في أنه يعني لماذا لم يعمل بالتقية ولم يحفظ دمه ودماء أهل بيته وعشيرته وأصحابه ومحلته وإلى آخره يعني هذه عقدة مو موجودة في الثقافة الشيعية الحمد لله لكن سبحان الله العقدة إلى الآن بسبب تراكمات قرون قديمة عندنا من المخالف مع أنه الملة البكرية الآن في أضعف ما تكون في أضعف ما تكون يعني المخالفين لم تعد لديهم تلك القوة كالسابق ضاعت خلافتهم خلافة بني مروان راحت تلك الأيام راح بني أمية راح بنوا مروان راح بنوا العباس راح بنوا عثمان ذول الأتراك راح وخلص من تبقى دويلات مباثرة هنا وهناك وكلها في جيب رئيس البيت الأبيض كلها في جيب رئيس البيت الأبيض ما يقدر يسوي شيء أصلا يعني أنا أكثر من مرة ذكرت هذا الإصطلاح قلت الدول الأعرابية الآن رؤساؤها مجرد كاونسلرز كاونسل شلون كاونسل هذا اللي عندنا هنا كاونسلوف كذا كاونسلوف كذا بس بلدية بلدية رئيس بلدية فقط أمريكا تقول لي أمريكا تقول لي أنت داخل بلدك سوي ما يحلو لك سوي هنا برج العرب مثل هذا في دبي سوي لك برج ما أدري شنو جرب سوي لك هنا افتح لك نهر سوي قطار هنا سوي كذا إلعب كما تشأ داخل بلدك بس في القضايا الاستراتيجية فيما يتعلق أحسنتهم في الملفات الرئيسية سياسة واقتصادا واجتماعا حتى التوازن بين الطواف اللي عندك في البلد أمريكا هي التي تسيطر أمريكا وشوية أبو ناجي شوية هم بريطانيا على حسب الملفات القديمة والروابط الاستعمارية القديمة ماكو مو بإيدة الآن الحاكم العربي أنه كيف يصرف ما يقدر الآن خلص العالم انفتح وأكو أمم متحدة ومجلس أمن وكذا وكل شيء أكو شبكة معقدة من المصالح المتبادلة والمعقدة بحيث أنه أكو توازن معين يجب أن تسير عليه سفينة هذا العالم في كل دول الأرض لاحظتوا فماكو استقلالية كاملة ماكو قدرة كاملة ماكو سلطان قاهر هذا لا يوجد محال الآن لا يوجد كان آخر نموذج نموذج طالبان فقط طالبان التي مرقت من هذا النظام الدولي الذي زعيمته الولايات المتحدة الأمريكية ولم تلبث طالبان كم سنة وإلا وأسقطتها هذه الدولة أحسنتم سنتين ما طولت فما يصير بعد الآن فأنا فقط أقول يا قومي ويل للشجي من الخلي ما يعلم ما أية حرقة في صدري أقول إنكم لا تتقون من الأقوى وهو الولايات المتحدة وما يسمى بدولة إسرائيل الصهاينة لا تتقون من هؤلاء وتتقون من الأضعف وتسمحون للأضعف أن يذلكم لماذا؟ انطلقوا إلى الآفاق الأرحب ما مشكلتنا أنه مع الأسف لا نلتفت إلى هذا الجانب ولأنه ليس عندنا سياسيين حاذقين ساسة حاذقين درسوا العلوم السياسية ويفهمون جيدا كيف يتعاملون مع القوى الكبرى في العالم فيحققون للشيعة نصيبا أو يعطونهم نصيبا من المعادلة القائمة حاليا في العالم صدقوا لو كان عندنا هكذا أفراد يفهمون من أين تؤكل الكتف ويفاوضون البيت الأبيض ويخوضون بنفس طويل هذا أمر يحتاج إلى نفس طويل يفاوضون ولا أقول يركعون تبادل خذ وأعطي شيء مقابل شيء صدقوني نحن نعيش أحرارا وسادة وأصلا نمتلك السيادة حتى على بقاعنا التي هي إلى الآن مغتصبة وسليبة من قبل الأعداء ولكن ماذا أصنع؟ على يتحاد فهؤلاء القوم الذين ينظمون حملات ضدنا وحملات الاستفتاء المراجع وما أشبه حتى يفتون ضدنا أقول هذا أمر طبيعي لأنه الآن تصادم صاير بين عالمين العالم الشيعي القديم والعالم الشيعي الجديد هناك تيار بدأ يكتسح شيئا فشيئا ويخطو خطا ثابتا رغم الصعوبات وهؤلاء لا يجدون من مصلحتهم أنه ينتشر هذا التيار كما قلت جزء منهم بسبب الحسد والغيرة جزء منهم بسبب الانحراف الداخلي المتأصل في نفوسهم وعقيدتهم كأن يكونوا بتريين أو وحدة موجوديين مثلا أو يقودهم هوى بسبب موقفنا ضد إيران مثلا أو الحكومة الإيرانية فيضطرون إلى معاداتنا وهكذا وقسم منهم لا معقد تجاه المخالف خلص يتصور يرتعب بس يسمع أنه المخالف تأذب كلمة من الشيعاء يصور خلص المخالف راح يحرق الأخضر واليابس وراح تصير حرب أهلية وراح يصير ما أدري كذا كل ماكو كله عبارة عن هراء وهم كبير وهم كبير وهم كبير تقع حوادث هنا وهناك لا أنفي أنها تقع ولكن بالمحصلة النهائية لا شيء المسار يمشي خلص المسار يمشي ولنا تجارب في ذلك وإن شاء الله في سلسلة تحرير الإنسان الشيعي التي تسجل بإذن الله تعالى نفصلها ونؤصلها أيضا شرعا وإلى آخر مفصلا وقسم من هؤلاء بحسنية ينظمون هذا الأمر يعني لا يعادوننا بسبب الغيرة أو الحسد أو مثلا العداء الشخصي أو بسبب مواقفنا تجاه بعض الأنظمة مثلا أو تجاه بعض رموزهم مثلا أو ما أشبه لا 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 وإنما بحسنية لأنه بالفعل يتصور أنه عملنا هذا يسبب هلاكا للشيع فهذا أمر الآن لذلك أقول لا يجب أن نصرف عليه وقتنا هو يعني هذا الأخ الذي سأل أو هذه المؤسسة أنه ما واجب المؤمنين تجاه هذه الهجمة الشعواء الجاهلة أنتم بمقدار ما تتمكنوا بينوا ردوا عليهم بما تستطيعون بينوا منطلقاتنا الحقيقية في هذا الأمر لا أقل من أن يعذرون ويعرفوا حرقة قلوبنا على ماذا والباقي على الله تبارك وتعالى لكنني أجزم أو أكاد أجزم أنه بعد سنوات يعني فقط عليكم أن تصبروا وتروا إن شاء الله أنه بعد سنوات مثل هذه الأصوات سوف تخبو سيعاد تشكيل العالم الشيعي من جديد ستعاد صياغته بحيث يكون الإنسان الشيعي هو سيد نفسه لا يستطيل أحد عليه ولا يعلو أحد عليه مصداقا للقاعدة الشرعية والفقهية الإسلام يعلو ولا يعلى عليه مصداقا للحديث الشريف الوارد عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام والذي مضمونه أن الشيعة سادة الأرض الأرض التي يسكنون فيها هي إمام الأرض الشيعة هم قمة القمم الشيعة هم الذين يتسيدون عاجلا أم آجلا